مرحبا مستمري معكم بمعاينات وكسر سرعة معالجات الجيل العاشر من انتل عايننا كل المعالجات الثلاثة المتوفرة عنا اللي هي 10900K 10600K وال10400F هاي روابط طالعة الشاشة اللي كل اللي بيحب يشوف زائد بوصف الفيديو الآن عنا كسر سرعة لمعالج 10600K فهل رح يكسر وهل في داعي ولا لا السلام عليكم يا قوم بهاي الحلقة رح نكسر سرعة الـ i5 10600K بعد ما كسرنا سرعة الـ i9 10900K عشان نشوف القدرات الحقيقية لمعالجات الـ i5 ولحوالأم هي رح نكسر عليها السرعة اللي هي زد 490 Aorus Master اللي هو ممتاز جدا زي ما شفنا على معالج الـ i9 9600K مكنتنا كسر سرعته لـ 5.4 جيجا هرتز عشان نوحد عملية النتائج والاختبارات بين الـ i9 و i5 قررنا استخدم الـ i-K Classic RGBP360 نفسها استخدمناها الـ i9 عشان نوحد نتائج الاختبارات بين الـ وهاي مواصفات منصة الاختبارات اللي كسرنا فيها سرعة المعالج لـ 5 جيجا هرتز مش سرعة كبيرة ولكن عشان نقدر نتعايش معها مع التبريد الموجود عن معظم الناس سواء كان تبريد ماء مغلق أو تبريد هواي معقول الفولتية تحت الـ 1.35 الماثربورد للـ Aorus Master Z490 وبطبيعة الحال نفس القطع اللي استخدمناها مع الـ i9 اللي هو الـ MSI RTX 2080Ti بالإضافة للمعدات الكاملة الخاصة سواء بعملية التدريب أو التبريد أو الرامات أو الثيرمالي غريز لـ كرايونت اللي استخدمناها كمعجول حراري وزي ما انتم ملاحظين حطين نسخة الـ بايو تاريخ كرت الشاشة ونسخة النظام لـ لدرايفرات هاي عشان تعرفها جماعة الخير في المستقبل كرفرنس لكم لأنه هاي مع تغيير الـ بايو تغيير درايفرات ممكن تغيير أداء كرت الشاشة ما تحصلوا نفس الأداء بس عشان يكون عندكم مرجع لهاي المسألة المستقبلة اختبار AIDA 64 زي ما انتم شايفين على الـ حرارة كانت في متصف الـ عشرينات أول ما نشغل اللي هو الـ على اساس انه يضغط المعالج لـ 100% من قدرته أعطانا نتائج متباينة زي ما انتم شايفين الـ AVX بنزل سرعة المعالج من 5 جيجا هيرتز لـ 4.9 4.8 على اساس انه يحميه من الأورلود في بعض الأنوية الممكن ما بتقدر هنوصل لـ 5 جيجا هيرتز 74 درجة لأقصى حلالا وصلناها المتوسط كان 31 درجة مئوية و 24 درجة لأقل درجة في اختبار استقرار اللي هو عملية الـ أو كسر السرعة زي ما انتم شايفين المعالج حرارة ولا بأس فيها وعلى اللي هو السرعات الخاصة بالمعالج 4.8 4.9 إلى 5 جيجا هيرتز حسب التطبيق يعني اذا كان تطبيق باستغل اللي هو AVX مباشرة رح ينزل بـ ولكن بشكل عام رح يظل على 5 جيجا في اختبار Cinebench اللي هو الـ R20 على الأنوية المتعددة أو موتيبل كورس حصلنا 3838 نقطة بقارة ما 3611 يعني محدود 200 نقطة زيادة فهي شغلة كثير كويسة على الموتيبل كورس انما على النواة الواحدة ما كان هذا كل شيء الكثير يعني بصراحة يعني 504 مقارة ما 501 لان بتعتمد على نواة واحدة بتكون أكتف وأسرع نواة خد لا تكون بتلك الكفاءة اللي ممكن نتوقعها من الأنوية المتعددة طيب شو بالنسبة لاختبار اللي هو 3D Mark Time Spy حققنا قفزة كبيرة بصراحة لما عملنا Overclocking لـ 5 جيجا هيرتز حصلنا 13125 وقف الصورة هون إذا حابين تشوف التفاصيل الكاملة 13125 نقطة مقارة مع 12842 اللي هو Overall نتيجة الكرت الشاشة بالإضافة إلى المعالج اللي بسموها الـ Combined Score أما نتيجة المعالج كانت قفزة أكبر بنحكي عن 8838 مقارنة مع 88236 قديم نحكي تقريبا عن 600 نقطة اللي هي زيادة على Overclocking لمعالج 10600 على Adobe Premiere اللي يكلب كل حد لـ 4 دقائق 4K خلصها بـ 5 دقائق و 18 ثانية مقارنة مع 5 دقائق و 35 ثانية مع كسر السرعة يعني على الفاظي بصراحة ما أعطانا هذه الإضافة النوعية الكبيرة جدا مع عملية كسر السرعة في اختبار الـ V-Ray للرندرينج حصلنا 11139 نقطة مقارنة مع 10449 نقطة كذلك الأمر اللي هي قفزة كبيرة في عملية تطوير المحتوى للناس اللي بعملوا Live اللي هو رندرينج وبهذا بكون وصلنا لإختبارات الألعاب وعندنا أول لابن Shadow of the Tomb Raider زيها زي الـ I-9 Shadow of the Tomb Raider مع كسر السرعة ما فرقش كثير الأداء يعني منحكي كنا على الـ I-9 فرق بسيط جدا وأتوقع أنه نفس النتيجة على الـ I-5 يعني 1440 فريم مقارنة 141 فريم ثلاثة فريمات يعني مش هذاك الإشي الكبير لأنه في ألعاب زي ما قلنا بتكون تستجيب كثير لعملية كسر السرعة والأنوية القليلة والسريعة في ذات الوقت World World Z شفناها الـ I-9 استجابت كثير مع كسر السرعة فمع 5 جيجا هيرتز على الـ I-5 اللي هو 10600K شايفين على اللي هو المؤشرات لا بس اللي هو بالقفز النوعية كذلك نحكي بجوز بحدود الـ 20 فريم خلنا تكون نتقيقين أكثر 174 مقارنة 150 فيها في فرق يعني واحدة من الألعاب اللي فيها Optimization بحيث أن تستفيد من عملية كسر السرعة للأنوية المختلفة سواء الواحد أو المتعددة على المعالج أما لعبة Division 2 رغم أننا قلنا أنها لعبة متوازنة ولكنها استجابت بشكل كثير ممتاز مع كسر السرعة على اللي هو الـ I-5 اللي هو 2600K يعني جميع شايفين سرعة شمال 4.5 جيجا هيرتز اللي يمين 5 جيجا هيرتز الفرق كبير 143 اللي هو 130 فريم قديم نحكيان 13 فريم يعني من 6 إلى 8 في المية عادة اللي هي الكسر على I-5 مقارنة مع I-9 شفنا إذا ضرب هالقرد من 3 إلى 400 فقط لغير Metro Exodus يعني من تجربتنا السابقة مع I-9 وكسر السرعة مع جاوبة كثير مع عملية كسر السرعة يعني اللعبة بجوز تستفيد زي ما قلنا لعب كثير منها لعب العالم مفتوح تستفيد من اللي هو تعدد الأنوية بالإضافة إلى لعب أخرى زي هاي اللي هو Metro Exodus من تشافين 120-1115 خمسة فريمات يعني قاعدين من حكي 2 إلى 3 بالمئة بجوز أقل حتى من اللي هو عملية كسر السرعة من 4.5 اللي كانت على stock ل 5 جيجا في ألعاب ثانية وآخرها اللي هي موجودة فعملية كسر السرعة ما رح تزيد كثير زي ما قلنا 338 فريم مقارنة مع 335 أي 3 فريمات زيادة مش هذاك الاشي الواو بس زي ما قلنا في ألعاب خلاص بتوصل لماكسم فيما يتعلق بقدرة المعالج وكرت شاشة حد سواء بالخلاصة يا شباب نتائج الآي 5 عملية كسر السرعة كانت أفضل بكثير من اللي هو الآي 9 يعني حلقة مستقبلية دليل خاصة عن الموضوع لأنه بستاهل صراحة ونتعمق فيه بالذات مع تطور اليهو البيس وإلى مد بالنهاية شكرا لكم عن المتابعة إذا عجبكم الفيديو ومحتوى القناة بشكل عام لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو كثير الموضوع بيساعدنا زائد اشتركوا بالقناة وفعلوا كبسة الجرس عشان توصلكوا أي فيديوهات جديدة مننا إذا عندكوا أسئلة ملاحظات أو اختراحات حطوها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي اسمنا عليها وكمبوتر موجود بوصف الفيديو وبوصف القناة مشوفكم بدي تاني إن شاء الله تحقيق كبيرة جدا من دارك ومني أنا مت سلام